اشتركوا في القناة 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 الغداء او التغذية تنعرفوا بانه اثناء صيام الجسم تياخدش الاحتياجات دياله من سعرات الحرارية فهو تيحول بطريقة انه يعطيك ذك الطاقة اللي باش غادي تقوم او باش تكون الحيوية والنشط دياله طيلة اليوم اذا هناك مراحل مراحل اللي هي بيولوجية معروفة اولا تيبدأ بتحليل السكريات اللي هي موجودة اللي كان اسميه والا غليكولي السكريات اللي ستكون قريبة يعني في الدم اللي ستسالي يعني انه ما كانش واحد لابوغ ما كانش غداء ما كانش سعرات حرارية ما كانش دونك هو تيحاول بطريقة ما انه يعطيك يعطي الجسم واحد طاقة من يعني عناصر اخرى اللي هي مخزونة في الجسم دياله والأهمها هو الغليكوجين اللي هي واحد المادة سائلة تتكون من ماء سكر ثم يعني احمض امينية تتكون متواجدة في الكابيد ثم في العدالات هذه هي سهلة وقريبة انه الجسم تيعطي منها طاقة يعني سهلة تحلل ثم ملكة يعني كين قطع او تتسال هذا المخزون هذا تيعود الجسم يعني تقلب على مصادر اخرى هنا في انتا ندخلوا لمرحلة دياله لابوغ لانه غدي يحتاج ديك الدهون غدي يمشي الدهون المخزونة في الجسم كنتا نعرفه بانتا عندنا واحد الفائد يعني غالبا ما تيكون عندنا في المتوسط هد المخزون ديال الدهون تيكون ما بين او عشرين او عشر لكن يعني داب تجريبتي انا تلاحظ انه هذه النسبة هذه تتكون عالية يعني اغلبنا عندنا عن النساء اكتر من ثلاثين في المائة ثم عند رجال اكتر من عشرين في المائة وهذا تيبا يعني تكون حسو من واحد رصفاء في الوزن. إذن تكون دهون اللي هي عالية جداً. وكتكون دهون اللي هي مخزونة. نتسميوها غريس فيسيرال. اللي كتكون محيطة بالكبد والأعداء اللي يعني قريبا منه. دونك هذي كلها هذ الدهون هذي كتنفع أو يتم استغلالها في هذ المرحلة دير الصيام. شنو تيوقع؟ أنه مي تيوصل لجسم المرحلة أنه ما بقاش قادي مد الجسم بالطاقة من هذ القنة من هذ العنصر اللي هو قريب اللي هو البليكوجين اللي سيكون جس من السكر ماء ثم أحمد أمينيا ثم سينتقل من بعد هذ العنصر اللي هو الدهون. الوقت يبدأ يعطي منها يعني واحد الطاقة للجسم. تتوصل لواحد المرحلة وهذه هي اللي غادي نتكلمو عليها من بعد لإنه لا حافظنا على تغذية اللي هي متوازنة ما غاديش غادي نقصو من أضرار دير هذ المرحلة الأخيرة واللي كتسمى بلاستوجينيز. شنو تيوقع؟ هذ الاسيتوجينيز إلا كانت الإنسان ما واكلش مزيان أو ما واكلش واحد ما وخدش تغذية دياله متوازنة غادي نتكلمو عليها من بعد تيوصل للمرحلة ديال واحد الإفراز واحد المواد اللي هي توعد سامة بالنسبة للجسم ومنها الاسيتون. هذ الاسيتون هذة ومواد وعناصر أخرى را تعد سامة بالنسبة للجسم لما تتم إفرازها إلا ما تمش تخلص منها فغا تأدي الدوخة وغا تقدر تأدي للهلاك تقدير تأدي الموت خصوصا إلا كان الجسم فيه اجتفاف ديزي تغطي ما كانش واحد الكمية من الماء ما كانش واحد التنفس العميق لأنه تتقدر تخلص من هذة عناصر عبر تنفس عبر رئة يعني هناك هذ المرحلة هذي يعني خاص تتفادوها فأثناء الصيام كيفاش غنتفادوها عندو ذو المرحلة أخرى إن شاء الله غنفسرو كيفاش خصو يكون تغدية باش نتفادو هاد البرحلة هذي لأنه هاد الاسيتون هذا يعني تزيد في الحموضة ديال الدم وبالتالي هو اللي سيأتي ديك العياء الشديد إلى آخر